هل تعتقد أنها ستصعد بشكل أكبر على العمق الإيراني تحديدا؟ عندما نتحدث عن العمق الإيراني هي قطيرة للغاية هل تعتقد أن إسرائيل ستستمر بالتصعيد في الداخل طائرات مسيرة وانفجارات غامضة حتى تجد حلا مثلا مع الولايات المتحدة كي تتوافق معها في مواجهة إيران؟ كما تعلم إسرائيل لا تريد عودة للاتفاق النووي تريد قوة ضد إيران وهذا ما لا تراه يطبق على الأرض هل نحن أمام مؤشرات لتصعيد مستمر خلال الأيام القادمة؟ أعتقد أن إسرائيل تذهب نحو التصعيد التدريجي وليس المواجهة الكبرى مع إيران لكن هي تذهب باتجاه تصعيد تدريجي تكتيكي مع القواعد المختلفة لإيران وهذه مسألة جدا مهمة أي تقليم أظافر إيران تحجيم إيران في سوريا في محاولة لخروج إيران من سوريا للشكل بالنسبة لإسرائيل تهديد للأمن القومي الإسرائيلي وأيضا تحجيم دور حزب الله في لبنان بنفس الوقت هي تستمر في توجيه الضربات الجراحية الاستراتيجية المهمة للمشاريع العسكرية الصاروخية بلستية طائرات المسيرة البرنامج النووي ممكن يكون هدف يعني ولن ننسى أيضا سبق أن كان البرنامج النووي أو حلقات من البرنامج النووي الإيراني هدف لضربات أو هدف يعني عندما يتم اختيال علماء هذه ضربة كبيرة يعني أنت ممكن تسترجع بناء شيء أو تشتري شيء يتم تدميره لكن أنت كيف تعيد بناء أو تشتري عالم كبير في البرنامج النووي أو في البرنامج الصاروخي الإيراني بعد أن يتم اختياله أو تجنيده من قبل الموساد إيران تدرك صعوبة المواجهة وتعقيداتها ولهذا السبب ذهبت إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية والانفتاح مع المملكة العربية السعودية إعادة العلاقات والانفتاح على الإمارات بعد أن ضربوا الحوثيين الإمارات بالصواريخ وبعد أن ضربوا الحوثيين المملكة العربية السعودية بالصواريخ اليوم إيران تدرك أهمية أن يكون الدول الجوار العربي الإسلامي على علاقة توازن وعلاقة تعاون وعلاقة تضاون مع إيران بدلاً من أن يكونون على الحياد أو ضد إيران باستمرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر